سدق يا رشا! أنا جاي من تحت أكسم بالله موت مجوع ونطلع على السلة مشان مترحت البسلة دي قلت يا رب! يا رب تكون مراتي هيا اللي عملاها كل باب ألفة هنا وشيفها يا حبيب يووووووووو دا مين اللي جاي يخبط الوقت دا يعني الذي يخبط دا مش عارف إن دا هو وقت غدا معلش يا حبيب. شوف مين بس؟ حاضر حاضر أهلا إزيك تعالي تعالي دخولي معلش يا رشا لو كنت جيت لكه في وقت مش مناسب يعني ابتي بتقولي اى يا حبيبتي تيجي في الوقتي الى يناسبك يا حبيبتي بيت أخوكي خير، خير يا ستى في اى مما علش ? انا جيت لك فوقت مش مناسب طيب كواس انك عارف انه وقت مش مناسب ونهو وقت غدا جاية ليه بقى براحه اي براحه يا متحط ei مما تيجي في الوقت الى هي عايزها دا بيت أخوها بععدوا請 لي اول بقى هم ان خلص غدا لبقى نتكلم يا حبيبتي لا , انا كنت بس محتاجاك يعني في كلمتين على جنب كده لو سمحت وعلى جنبي ليه؟ أنا بخبيش حاجة عن مراتي عنديك حاجة أقوليها أنا أنا أسفة بس والله أنا عارفة يمكن أكون هتقل عليك يعني خلاص يا سيدي بقى الأكل هيبرد خلاصينا ويقول أنت عاوز أعمل آخر أنا كنت محتاجة يعني إن شاء الله 500 جنيه أمشي بهم الأسبوع ده يعني أصلي ما عادش عندي أي حاجة في البيت خالص وجوزي ما عادش لقي شغل خالص يا أنت جاية معطلاني عن الأكل وجاية لسه تحكي لك قصة حياتك أرحى منا يا بنتي بقى وانت كل يومنا لكنا اتطالب نفس الفيلم والموال بتاعك احنا مش هنخلص من الفيلم ده ما يتنايل على عينه يشوف له أيهم صبع يشتغل فهو خلاص ويعني لازم يشتغل الشغل المتعود عليه ياسد ينزل يقف على أفص الخضار ولا فتها ويبيع ويشتري لعني أنا قلت له قلت له والله قلت له والله يا متحد بس إن شاء الله بس يميع فلوس ولا حاجة يقدر يعمل حاجة معلش أصل البيت فاضي ومفيش في أي حاجة خالص طيب خليكي نوعد ناكل مع بعض بقى كاني بقى نشوف انت عاوي زاوي الدهولك معلش يا رشا أنا مش هقدر أكل حاجة وانا عارفة إن عيالي قاعدين جاعدين في البيت وما عندهم مش حاجة يكلوها أصلا نظام الشحطة بتاعك ده بقى يباي يعني حطي لولادها كمان يكلوا يا ست بلاش احنا نصفح اللقمة والدهل ومخلوهم يكلوه لا يا حبيبي والله يا ما قصدي مش عايزي حاجة والله أنا بس يعني لو اتسالفنا أي مبلغ يعني أجيب اللي عايز حاجة يكلوها ما معايش يا ست أجيب من ايه مش لاقي ما أنا كمال ما عادتش باشتغل ها طيب خلص شكرا يا أخوي قطر خيرك قطر خيرك يا ست متشكرين يبقي في الباب وراكي سدك نفسي عن الغدر اللي هيسد نفسها زي ما هي سدك نفسي أعرف أخوات ايه وقرف ايه اللي دايما يشحتوا يمد إيديهم اللي في حد مرة دارني ودخل من في ايدو كيس حتى موز هو داخل لكن يدخلوا بس عاوزين 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 وقت ما الواحد يبقى ما معهوش ما يلاقوا همش ليه كده يا متحم ليه كسرت من نفسها وبخطرها كده يا أخي بكبران الخطر على الله انت ليه تعمل كده مع أختك وانت عارف ان هي محتاجة فعلا الفلوس خرم عليك حتى لو مش عاوز تديها تبقلها كلمة كويسة يا أخي خلها تعتاكل معاني والمشكلة ما كنت لفtt لها حتى نص الفرخة وشوي الطبيخ كده ورز معاهوها نزلة وما تلفلها يا أخد نص الفرخة احنا ناكل احنا الاتنان دي مش مشكلة كل انت بقاته النص التانى انا ما كنتش هاخد بس حراما عليك اللي انت عملته مع أختك ده 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 دين ولا شرع يقول لي انت تعملو ده حراما عليك ليه كده اقول لك ايه انا مش نقص جاعة دماج انا دخل على الارتاح جوا شوي ادرى مش عايز اكل قلوب تغير انها جت عكنينة على الواحد ورفت الواحد وصدت نفسه وخلت الاكل برت كمان ده حاجة عرف لا اله الا الله الواحد يبقعد لبيه ولا عليكي ده هو يبقعد كويس فجأت لقى حاجة نزلت عليه عكنينة مزاجه خالص بس انا عارفة انها غلبانة وما معهاش اتأكل ايه عيالها دلوقتي انا لازم اتصرف ورح لهنا اديها اي حاجة ماينفعش كده حرام يمكن ربنا مرزقنيش بعيال لكن برضو قلب احنين عليه اما الوقت هياكلوا ايه لما يلاقوا مامتهم راجعة معهاش حاجة وهي هتعمل ايه يعني وهتصرف ازاي اما علش يا متحك انا افتكرت مشوار مهم اوي كنت نسياه لما انت بقى لبختيني بقى بالاكل وجماله وقدنا مكلناش فبعد اذنك يعني حامل مشوار ده ساعة بالظبط وهجيلك على طور هتكون انت نمت وصحيت يعني مشوار ايه ده مفيش هروح ابص على ماما بس كده اطمع لاصلك قد تعبانا مبرح خالص اروح اطامن عليها واجيلة اما تأخرش يا حبيبتي ساعة واحدة بس ولا ايكي موجود حاضر يا حبيبي مش عاوز حاجة اجيبها لك وانا جاية لا يا حبيبتي بس اما تأخرش بس ساعة واكون موجود اروح لأول محل الساعة ابيع الختم بتاعي وبعد كده اروح لخته ودها الفلوس وبالمرة اشتري لهم اكل جاهز كمان وانا رجع يا رب يا رب الختم اجيب مبلغ كويس رشا تعايا حبيبتي دخول اي يا ست كل ده عشان تفتحي معلش ما سمعتش الباب والله بص يا حبيبتي بق انا جبتلك شوية اكل في العلبة دي تمام يكفيكو اسبعين ثلاثة بجد بجد يا رشا قطر خيرك والله قطر خيرك ما جاتش من اخوي ابن ام وابوي ايك يا ست ازاي يا حبيبتي ده انت ما تعرفيش اخوكي ما بطلتش دموع وعيات من ساعة ما اندي منزلت عمالي اني بنفسي اقول انا ازاي انزلها من غير متاكل ازاي ما بطلتش معها اكل لولدها بطلت معي كمان الفين جنيه ليك مش خمسمية يا ست بجد بجد يا رشا والله العظيم قطر ده يا ست الالفين جنيه كمان اهم اقولك ايه بس ربنا يراضيك ويسعدك ويفرحك يا رب ويرزقك يا رب بالعليل لنفسك فيها شفت بقى الدعوة الحلوة دي هي اللي بتقعد البني ادم وربنا خليك لي يا اخوي رح يمش منك ابدا وانا اللي ماشي عمال اكلم نفسي في الشارع اقول اجيب العيال اكل منيه شوف ربنا عايين لي ايه بقى ربنا يسعدك يا حبيب فلو احتاجت اي حاجة ما تبيش تعدي على اخوك ولا حاجة تعليلي في البيت كده انت عارف انا قاعدة في البيت على طور تعالي الواحد كده اخر النهار ووليلي اللي انت محتاجاه ربنا يخليك لي انت والله العظيم احسن من الاختي كمان لانا عدت على الاختي وانا رجع بعدكم والله معبرتن يلا الحمد لله ربنا جبر بخطري جبر الخواطر يا جماعة جبر الخواطر ده حاجة جميلة خالص نبتكبر بخطر حدي محتاج وتساعده وتفرحيه عند ربنا كبير قوي ولها ثواب عظيم والاخوات والاخر مرة اللي اخوات ما تستغنوش عن بعض خليكوا دايما ايديكوا في ادام بعض واللي معاه يدي اللي معهوش والله العظيم هتزيده مش هتنقصه ده الاقربون اولى بالمعروف فمن بال اخواتك اللي من دمك ولحمك لازم تكون حنين عليهم وبالذات اخوتك البنات ولما تبقى عارف ان حد فيهم عنده ضائقة مالية مش لازم تستنى ان هو يجي يخبط عليك الباب ويقول لكم انبني محتاج انعاوز سبق وروح وساعد على قد ما تقدر وربنا هيبركلك في فلوسك وهيردهولك ان شاء الله باذن الله